موسيقى التحدي هو القدرة على اتيان ما يعجز عنه البشر العاديون لذلك يقال عن المتحدي أنه صاحب إرادة حديدية أو عزيمة فلاذية لأنه بالقدرة والرغبة استطاع أن يحقق ما لم يحققه غيره ولكي يصح لقب المتحدي يجب أن يتوفر عنصرين مهمين القدرة والرغبة القدرة على الفيل والرغبة في التحقيق فهل كل مننا بداخله متحد أم لا؟ لو أصيب أحد بمرض أقعده تماما عن الحركة هل يستطيع أن يتحدى ذلك ويواصل حياته؟ الإعاقة ليس سبب لتخلي الواحد يتراجع تحدى شيء الأساسي عند الإنسان نعم يستطيع أن يواصل حياته حتى لو أصيب بأعاقة حركية هي نعم أكيد طبعا يقدر يواصل حياته هل تعرف شخصا اسمه ستيفن هوكينغ؟ هو أحد ألماء الفيزياء وهو مقعد أمريكي الجنسية ومن أبرز علماء الفيزياء أستاذ جامعي هو كان يكتب وقائد في الجمعية الأمريكية تنبأ له الأطباء وهو في عمر الحادي والعشرين أنه لن يحيا أكثر من عامين فقط لأنه مصاب بمرض نادر هو مرض العصب الحركي الذي يؤدي للشلل التام وكان هذا هو التحدي الأول فقد عاش وعمره تجاوز السبعون لكن ستيفن هوكينغ عالم الفيزياء النظرية وأحد أقطاب نظريات علم الكون رفض أن يحيا عاجزا عن إفادة البشرية فقام بتطوير أساليب تعويضية للبصر وأخرى للحركة ومع تزايد المرض أصبحت مخارج حروفه غير واضحة مما جعله يترك التدريس ويتجه للتأليف كان تحدي ستيفن الأكبر ليست الإعاقة الجسدية بقدر ما هو تحدي المجتمع الذي كان ينظر إليه بشفقة فانخرط في معارضة كل ما هو غير إنساني ابتداء من حرب فييتنام مرورا بغزو العراق التي أطلق عليها جريمة حرب وساهم كثيرا في تمويل مشاريع خدمية للأطفال حاز ستيفن هوكينغ على العديد من الأوسمة وحقق بالإرادة والتحدي مجدا علميا وأدبيا لم يحققه أقرانه الأصحاء لا لعبقريته المتفردة لكن لقدرته على مقاومة عجزه الشخصي ورغبته في كسر كل ما هو مألوف وهذا هو جوهر التحدي لكن هل ستيفن يعتبر الوحيد الذي قبل التحدي؟ شخص أعمى وأصم ما هي الوظيفة التي تعتقد أنها مناسبة له؟ يمكن أن يكون كاتب أو يوصل كتبه أو شعره أو المهوبة لجميع الناس لا يوجد وظيفة مناسبة لأن النظر والسمع شيئا أساسيا في العمل دراسة نشأة الخط ممكن توظف في أرشيف عن طريق اللمس هل تعرف هيلين كيلر هي ناشطة وأديبة أمريكية؟ أصبحت صماء في السنة السابع من عمرها وقبل أن تصبح صماء أصيبت بالعمى لا ما سمعت عنها هيلين ما سمعت عنها عمياء ولا تسمع؟ إذن لن ترى ألوان قوس قزح ولن تسمع أصوات العصافير مما يعني أنها فقدت كل جمال الكون إلا جمالها الداخلي فقدت هيلين كيلر البصر والسمع وهي في عامها الأول على هذه الأرض بعد إصابتها بالحمى القرمزية ودخلت مدرسة خاصة تناسب حالتها لكنها قررت أن تتحدى الظلام الذي يلف عالمها وتكسر حاجز الصمت الذي يمنعها عن الناس فأكملت دراستها الجامعية وأصبحت أول كفيفة أمريكية تحصل على درجة الليسانس واتجهت للكتابة سواء الأدبية أو المقالات الصحفية أصبحت هيلين كيلر عنوانا لتحدي المرض وظروف القاسية وقدرة الإنسان على تجاوز ما لا يستوعبه العقل البشري فقد كانت مؤمنة بمقولتها الحياة إما مغامرة جريئة أو لا شيء لذلك عاشت هيلين كيلر في ذاكرة البشرية فهل بوفاتها انقضى عصر معجزات البشر للأبد؟ هل ذو الإعاقة هو من يعاني بقصور في حركته أو عقله؟ المعاق هو معاق حركيا ومش معاق بعقله بالطبع المعاق هو المعاق في عقله الحركة أمرها ما كانت إعاقة معاق حركية بسبب خطأ طبي أصبحت تعاني من إعاقة حركية بالإضافة إلى شلل النصفي ولم تسلم من ضربات القدر فقد مات والدها وهي في عمر السادسة لكن كل ذلك لم يدفع سمية زرعوني تجاه الجوانب المظلمة بل قبلت التحدي وحاولت أن تفتح كل الأبواب المغلقة كي يملأ النور حياتها من جديد أكملت تعليمها الجامعي وعلمت نفسها الرسم فقد كانت هذه موهبة والدها التي زرعها فيها قبل الرحيل ترى سمية أن الرسم هو المتنفس الحقيقي لأحلامها فمن خلال الرسم ترسم ما لا تستطيع أن تعبر عنه ورغم التحديات التي تواجه سمية يوميا إلا أنها تحملت بنفس راضية مرض والدتها التي أصيبت بجلطة فأصبحت هي ترعى والدتها سمية زرعوني وجه مشرف للتحدي وجه لا يرى فيما حدث شيء يستدعي الهرب بل يستدعي الصمود والإرادة والتحدي هل هناك تحدي أكثر من ذلك؟ هل من الممكن أن يصاب رئيس جمهورية بشلل؟ عادي ممكن يكون رئيس جمهورية لأن الإعاقة هي إعاقة جسدية وليست فكرية يكون في نقص أداء عمله مش بالإصابة اللي يتحدد مثلا يكون رئيس دولة ولا لا يستطيع القيام بواجباته تجاه دولته هل تعرف من هو فرانكلين روزفيلد؟ هو الرئيس الأول لأمريكا وهو مقعد ما استمعت عنه صراحك هو الرئيس الأول لأمريكا وهو أيضا كان قائدا في الحرب العالمية الثانية وأصيبه بالشلل من الجهة السفلية من جسده الوحيد الذي فاز بالانتخابات الرئاسية أربع مرات متتالية لدرجة أننا نستطيع أن نقول بضمير مرتاح أن 12 عاما في عمر الولايات المتحدة يحق لنا أن نطلق عليهم عصر روزفيلد سياسي بارئ وخطيب محنك ورجل مواقف لكنه حكم أمريكا من فوق كرسي متحرك أصيب روزفيلد بالشلل وهو يقترب من الأربعين وكاد مستقبله السياسي يضيع لكنه قبل التحدي واستطاع أن يتعامل مع واقعه من خلال كرسي متحرك وأحيانا الوقوف بمساعدة دعامات من الصلب روزفيلد استطاع أن يتحدى الأزمة الاقتصادية ويخرج أمريكا منها استطاع أن يتحدى هزيمة بيرل هاربر ويحقق انتصارات على اليابان في غضون عام من الهزيمة لكن النزيف المخ هو التحدي الذي خسره روزفيلد بعد أن حقق مقولته أن الرجال لن يكونوا سجناء لمصيرهم فقد تحرر روزفيلد من سجن مصيره للأبد أصحاب الهمم أو متحدي الإعاقة خير مثال للقدرة البشرية على التحدي وقبول أي تحديات تبدو للوهلة الأولى غير منطقية المعادلة بسيطة إما أن نصبح أسرى لمصير مرسوم مسبقا ومحكوم عليه سلفا أو نتحرر كما تحررت هيرلين وروزفيلد والسمية وستيفن الحرية من سجن المصير لن يأتي إلا بثمن فالحرية ثمنها غال وثمن التحرر هو قبول التحدي فتصبح الجائزة شخصيات حرة طليقة في فضائنا الإنساني الرحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر